كشف تصنيف عالمي جديد عن أقوى وأفضل جوازات السفر لعام 2021 والتي تسبح بدخول أكبر عدد ممكن من الدول من دون الحاجة إلى تأشير مسبقة كشف مؤشر هنلي للجوازات السفر أن اليابان تمتلك أقوى جواز سفر في العالم للعام الرابع على التوالي حيث يمكن لمواطني أو يمكن لمواطني الدولة زيارة 191 دولة حول العالم بدون تأشيرة وفي المركز الثاني جاء جواز السفر السنغفوري الذي يمكن أو يمكن من زيارة 190 دولة متبوعا بكل من كوريا الجنوبية وألمانيا أما في المركز الرابع ضم كل من فنلندا وإيطاليا ولوكسنبورغ وإسبانيا وفي المرتبة الخامسة فات شاطرتها الدنمارك والنمسا وعربيا يواصل جواز السفر الإماراتي تصدر القائمة بين الدول العربية حيث احتل المركز السادس عشر ويسمح بدخول 173 دولة بدون تأشيرة بعد أعلان طلاقهما قبل شهرين أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل وميليندا جيتس مارك سوزمن عن خطة طوارئ لضمان استمرارية عمل مؤسستهما الخيرية الضخمة والتي تكافح الفقر والمرض في حال لم يتمكن الملياردير الأمريكي والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس وطليقته ميليندا في مواصلة العمل معا ويمنح بيل جيتس وطليقته نفسهما فترة تجريبية مدتها عامان لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما مواصلة العمل معا في إحدى أكبر المؤسسات الخيرية في العالم وأضاف سوزمن أنه إذا قرر أي منهما التوقف عن العمل معا كرؤساء مشاركين بالمؤسسة سيظل بيل جيتس مسيطرا عليها في حين أن ميليندا قد تنسحب أو تستقيل منها بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تم تشيع جثمان جهان السادات أرملت الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في جنازة عسكرية تقام لأول مرة في مصر لسيدة وذلك في منطقة المنصة في القاهرة أمام النصب التذكري للجندي المجهول حيث اغتيل زوجها أوضح التصاريح الصحفية أن السبب في تحديد هذا المكان للجنازة هو وصية الراحل بأن يتم دفنها إلى جانب زوجها الرئيس الراحل في قبرها الموجود بجوار قبر الجندي المجهول في نفس المنطقة توفيت جهان السادات صباح اليوم عن عمر ناهز ثمانية وثمانين عاما وذلك في أحد مستشفيات القاهرة التي كانت تعالج فيه منذ أيام بعد عودتها من رحلة علاجية طويلة في الولايات المتحدة وصلت الشعالة الأولمبية إلى العاصمة اليابانية توكيو وتم تسليمها بشكل رمزي إلى حاكمة توكيو ذلك قبل أسبوعين من موعد حفل افتتاح الألعاب المقررة في 23 من الشهر الحالي ووصلت الشعالة الأولمبية مع إبقاء الجماهير بعيدة عن الحفل المتواضع الذي أقيم في ملعب خال بعد يوم من قرار السلطات المحلية ومنظمي الألعاب منع الجماهير في معظم المنشآت خشية من فيروس كورونا في الأولمبيات نختم نختم عبد العزيز ومن فريق التاسعة نشكر لكم حسنا المتابعة نلقاكم غدا في نشرة جديدة في أمان الله